قَدْ فَرَضَهُ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْهِ مَا يَنِكُمْ وَاللَّهُ مَا يَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْأَكِيمُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْهِ مَا يَنِكُمْ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ مَا يَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِنْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا لَبَّأَتْ بِهِ وَأَمْ أَرْضُ اللَّهُ عَبَئِينَ وَسَبَعْ ضَفُهُ وَأَرْضَ عَنْتَهُ فَلَمَّا لَبَّأَهَا بِهِ وَالَكُمْ فَلَمْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ لَبَّأَنِهَا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قَالَ لَبَّأَنِهَا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ أَسَرُوا النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا لَبَّأَتْ بِهِ وَأَرْضُ اللَّهُ عَبَئِينَ يَعْرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا لَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَتْ قَالَ لَبَّأَنِيَا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ